أجمل تحية لجميع المتابعين وغير المتابعين قدم التوقعات الفلكية لمواليد الأبراج الصينية وحسب الأولوية وبالنسب أعزائي رح تحدث عن الأبراج الصينية من حيث الأولوية والأفضلية يعني أفضل برج ثم البرج الذي يليه وبالنسب لكن ما رح نتحدث عن وضعية كل برج من ناحية العاطفة أو من ناحية المال أو من ناحية السفر أو التحذير من السفر أو من ناحية الصحة لسبب مهم أنه إحنا عندنا كل برج يحتوي على 12 برج بابلي فهنانا لما نتحدث عن مثلا برج النمر باعتباره رح يكون أفضل الأبراج الصينية لازم نحدد ويا ما نقدر نقول النمر رح يكون جيد على الجانب العاطفي لأنه النمر الدلو رح يكون متميز بالجانب المالي والنمر الميزان عليه برغم الكون عنده حضوض لكن أيضا عليه الحضار من السفر أو من تغيير المكان في حين النمر مثلا الحوت رح يكون متميز عاطفيا فبالتالي إحنا عندنا متغيرات كثيرة لكل برج صيني ولهذا ما رح نطرق إلى الجوانب المعتادة عندنا الجانب العاطفي والمالي والسفر والصحة ما رح نطرق عليها بالأبراج الصينية لكن فقط رح نمطي الأبراج الصاعدة والأبراج المتوسطة والبرج النازل لعام 2022 ورح أتحدث عن كل برج على حدة برؤوس أقلام هذه إلهفة فكرة معينة بإمكان أي شخص متابع أن يستفيد من عدها خلال العام 2022 وعندي حلقة يوم غد إن شاء الله رح نصورها خاصة بالأبراج الصينية للحديث عن كل برج بشكل مفصل ليش هذا البرج ارتفع والبرج الآخر انخفض هذا إن شاء الله يوم غد رح ننزلها الحلقة طيب خلن نبدأ بالأبراج الصينية وحسب التسلسل طبعا أفضل الأبراج رح يكون مواليد برج النمر وننطي 95% بدرجة امتياز يليه بالحظوظ مناصفة الحصان والكلب وننطيهم كل واحد 90% بجيد جدا التنين بالدرجة الثالثة ياخذ 85% بجيد جدا في الدرجة الرابعة أو في المرتبة الرابعة رح يكون مواليد أبراج البقرة والفأر والحية ننطيهم تقدير جيد بدرجة 77% بالمرتبة الخامسة رح يكون عندنا الخنزير والعنزة بتقدير جيد بنسبة 70% بالمرتبة السادسة رح يكون عندنا أيضا مناصفة الدجاجة والأرنب بتقدير وسط أو متوسط بنسبة 66% وآخر برج بالمرتبة الأخيرة والسابعة رح يكون برج القرد تحت الوسط بـ 60% من خلال النسب رح نشوف بأنه كل الأبراج هي عتحضوظ لكن هناك أبراج حضوظها أفضل من أبراج أخرى خليني أدخل ببعض الإرشادات الخاصة بمواليد الأبراج الصينية لكن للمعلومات أو للإفادة أنا اللي أجد أنطي هذه النسب حتى إذا شخص مثلا من مواليد الأبراج البابلية كان يكون من مواليد برج الحوت أو من مواليد برج الحمل هو عرف النسبة مالتش قد لمن يدمجها مع النسبة اللي ذكرتها بالأبراج الصينية يقدر يجمع ويقسم على 2 رح يطلع له تطلع له النسبة من 100 يعني مثلا إذا شخص من مواليد برج الحوت كانت نسبته نطيناها بنسبة 96% والآن وهو من مواليد برج النمر أيضا بنسبة 95% فيرد يعرف نسبته شقد بالضبط فهو يجمع الـ 95 زاعت 96 يقسم على الثنين تطلع نسبة 95% ونصف كبرج إذا كان مثلا من مواليد برج التنين اللي نسبته 85% هو من مواليد برج الحمل اللي نسبته 67% فرح يجمع الـ 85% ويقسم على الثنين فيطلع النسبة المئوية للبرج الصيني والبابلي كتفاصيل أكثر ما نقدر نغوص بيها لأنه عندنا 12 برج صيني وكل برج صيني بـ 12 برج بابلي يعني إذا رجنا ندخل بالتفاصيل علينا أن نحلل 12 في 12 يعني 144 برج رح يصال عندنا و 144 برج هذه عملية معقدة وطويلة وتأخذ وقت فالتحليل هذا رح يبقى يمكم يم الأشخاص المتابعين المتابعين لي من فترة زمنية طويلة أو الأشخاص المهتمين بالأبراج الصينية والبابلية طيب ندخل إلى الفأر نقول لها بإمكانك كسب ود وعطف النمر لكن احذر اللعب على المكشوف البقرة أعمالك الروتينية وأفكارك الراديكالية تزعج النمر لكنه سيمنحك فرصا محدودة عليك استغلالها النمر هذه سنتك ففرح ومرح ولعب فالحظ حليثك بدون منازع الأرنب أساليبك الملتوية لن تحظى بإحترام النمر فهدأ وتريث وانتظر العام القادم التنين ادخل بثقة ولا تتردد فصديقك النمر سيمنحك النجاح الحية استفيد من أوقات ذهبية واحذر من أوقات لن يكون بمقدورك الإختباء في الجحور الحصان الأنظار تتجه نحوك والنجاح حليثك والحظوظ على طبق من ذهب فاستفيد العنزة لن يمر العام عليك بسهولة فالنمر سيقعك بالشباك لكن هذه المرة شباك غرامه القرد أفعالك البهلوانية وقفزاتك بين أقصان الأيجار فحاول منك للاتزان والتماسك قبل أن تسقط فريسة لأنياب النمر الدجاجة ستبذل مجهود ومجهود مضاعف لكن حاول أن تقلل من صياحك كي لا تزعج النمر فيفضر لإلتهامك الكلب يقدر النمر وفائك وتضحياتك وسيمنحك ثقته ويجعلك متربعا على العرش الخنزير طيبتك الزائدة تزعج النمر وتعرضك للاستغلال فتريث وانتظر نهاية العام تحياتي أعزائي تقبلوا فوق مودتي وهذه أحلى وأرقى وأمقى روزة ترجمة نانسي قنقر